نظمت وزارة الهيئة العامة لقصور الثقافة احتفالية عن عيد العمال بمصرح الثالث والعشرين مليونيو بالمحلة بحضور قيادات ومسؤولين من وزارة الثقافة وعشرات العمال من شركة مصر للغزل والنسيج وشركات القطاع الخاص شهد الحفل عروضا فنية متنوعة تتضمن التاريخ العملي ودورهم في بناء الوطن وما يشهده القطاع العملي من بناء وتطوير واهتمام من القيادة السياسية احتفالية عدو العمال السنة دي عامل لها احتفالية كبيرة جدا واحتفالية في كل محافظات مصر كما اكتر من معظم محافظات مصر فيها احتفاليات عروض فتنية ومنقشات ومنقشات ومحاضرات حول عيد العمال وحول اهمية العامل والعمال في مصر لان العامل هو اساس العمل واساس النجاح في اي دولة كنا شغالين من الامس على تنظيم الحفل كامل من حيث الميكات من حيث معدات الصوت من حيث الكراسي بتنظيم فرقة المصرح شخصيا فرقة التمثيل بانهما يشرفوا على الأفساد الضيوف واستقبالهم وده كان في حد ذاته طبعا شرف لوجود عيد العمال في مدينة المحلة الكبرى المدينة العمالية